أذكرني أخي الحبيب في مسألة لا إله لله والذكر عموما تذكرت آية بس لن أطيل عليكم من أعظم الآيات في الذكر أنجوكم أخوتي المشاهدين المشاهدات والحضور إن نسيتم شيء من هذه الجلسة لا تنسون هذه الآية يقول سبحان اسماء العجاز ما هي الرسالة واسماء الاحتفاء بالذاكرين فاذكروني أذكركم اسماء التعليق الدكتور عبدالله بالكاسم علق تعليقات صائل لي له موقع في تويتر في النماص جزاه الله خير مبدع له كتابة إحاء القرآن أو إحاء الوحي أو وفيئة الوحي من ضمن تعليقات أنا لا أحفظ العبارة لكن سوف أذكر معناها فاذكروني أذكركم قال إذا خشيت من التهميش والضياع ولا انتبه لك أحد ولا ذكرك أحد فاذكر الواحد الأحد الله أكبر وأنا أقول إذا ما احتفلت بك وكالات الأنباء ولا الصحف ولا الجرائد ولا رأيت اسمك في نشرات الأخبار ولا في العناوين فاذكره فاذكره يذكرك سبحانه وتعالى الله أكبر إذا كنت منسي من الدعوات وما أرسلك بطاقات ونسوك من العزيمة ومن المهرجان فاذكر الباري يذكرك ثم ما عليك من أهل الدنيا كلهم فتكون أنت المشرف الله أكبر فاذكروني أذكركم إن كنت تحت سجرة أو في صخرة أو في الصحراء أو في مغارة أو في البادية وما عندك أهل ولا أصحاب ولا أحباب فاذكروني أذكركم يذكرك سبحانه من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يعني في نفس المقدسة يذكره سبحانه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم طوبة للذاكرين لا تنسون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم إذا ذكرته فعرف أن الغموم سوف تنتهي والهموم والأحزان وكل شيء وسوف يكون سلوتك هذا الذكر وهو طعامك وزادك ألا بذكر لا تطمئن القلوب جعلنا الله وإياكم من الذاكرين وأقول بالمسأل لا إله لله وحده ولا شريك لا له الملك والحمد وعلاك وشين قدير أهدي الإخوة هدية هذا اليوم كان بنباز الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ يكررها دائما في النصيح أنا أرسل هذه الليلة أكرر وحفظوها مني أنتم تعرفون في الصيحين يقول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم لا إله لله وحده ولا شريك له الملك والحمد وعلاك وشين قدير مائة مرة انتبه خمس جواز انتبه خمس كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له عادل عشر رقاب وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به لا أحد عمل بأكثر معامل روّه البخاري الله أكبر الله يتقبل عيد الحديث اسمه عيد الحديث والجوائز الخمس انتبهوا لو لم يحصل أقول لك لو اشتغلت في حياتك بعد سبعات الفرايض بنشر هذا الحديث سوف تكون إن شاء الله من السعادات في الدوس العلا هذا أعظم عمل طرح يقول عليه الصلاة والسلام في صحة البخاري المسلم الصادق المصدوق من قال في يوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك لأنه الملك وله الحمد وعلى كل شين قدير مائة مرة اسمع خمس كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له عدل عشر إقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أو أحد عمل بأكثر ما عمل متفقون عليه الله أكبر وعيتمها معينة بارك الله فيك بارك الله خير الشيخ نفعل الله بما قل